بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على عشرة في المرسلين اخواتي وحباب الكرام بنجدل دقائنا معكم ارجو يا جماعة الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس اللايك والشير علشان يصلك كل جديد النهاردة يا شبابة نتكلم عن حلقة ردا على سؤال اخ لنا على القناة متابع القناة بيقول كلمنا عن يعني الارانب الامهات كم تالد بتولد كم مرة في السنة والفترة بين الولدة والولدة دي يا جماعة بالمختصر كده يا شباب الارانب الارنبا يعني العدد الصحيح للمفهود الارنبا تولده في السنة من 8 الى 9 خلفات في السنة هتقول لي ليه وفيه ناس هتستغرب تقول ليه دي احنا بن بنعشر الارانب الامهات تاني يوم والتالي يوم الولادة يعني بتجيب اتناشر مرة او حداشر مرة في السنة اقول لك كده يا باشا خطأ كده خطأ هو مفروض المعدل الصحيح للانسة سنويا من 8 الى 9 خلفات في السنة بمعنى ان انت حضرتك لو انت سبت الارنبا يا باشا 10 ايام ارنبتك عشرت ولدت وسبت الارنبا 10 ايام بعد ما تولد يبقى كده عندك 10 ايام وعندك 30 يوم وشهر يبقى كده 40 يوم لما دي جا تضرب بقى يا باشا حضرتك 40 يوم 360 يوم تقسم 360 يوم على 40 يوم اللي هو عدد ايام السنة على 40 يوم هتلاقي ان بتقطع معاك 9 مرات في السنة لو انت جا عندك بقى شهر الحر اللي هو شهر سبعة اللي هو شهر الحر الشديد حبيت انك تريح الارانب شهر تمام حبيت انك تريح الارانب شهر يبقى كده يا باشا سيادتك الارانب بتشتغل معاك 8 مرات في السنة مش تسلع مرات لان انا كده برد على الكلام اللي جا لي ماشي في هذا الموضوع يعني برد على الكلام اللي جا لي في هذا الموضوع زي ما انت عارفين يا شباب انا بلقح الارانب بتاعتي بعض عمر 10 ايام للخلفة الصغيرة الارانب والدت عندي ماشي بيعد 10 ايام وبلقح الارانب وبلقح الارانب يا شباب من الدكر تمام طبعا لو هي الارانب جايب عدد كبير يعني فوق الـ 12 10-12 من الخلفات انا بسيب الارانب 15 او 14 يوم وبعد كده بتم تلكحها وبحطها للدكر يا شباب احنا ليه بنقول 9 من 8 الـ 9 خلفات في السنة علشان الام بتاعتك ترتاح لما تيجي الام يا شباب تجيب معاك 9 خلفات في السنة لو معدل يعني الوسط عند الخلفة الولادة من 6 ل7 خلفات في الدورة يبقى كده لما الارنب هتجيب معاك 6 او 7 خلفات بيطاقوا حركة 54 ارنب في السنة يبقى او الام الام الوحدة يا شباب تجيب معاك في السنة 54 ارنب في السنة طبعا عند عدد كويس ما هواش وحش عدد كويس يا شباب مش وحش في امهات بتجيب عشرة وفي امهات بتجيب تسعة وفي امهات بتجيب تمانية في امهات بتجيب سبعة احنا بقى بنحسب يا شباب على الوسط بنحسب على الوسط لو بندرب حتى في ستة يا شباب باللعدد ده بوصل معاك بقى لك بقى لو الام ربنا كريمها وربنا هلزقك وادا لك تسعة ادا لك عشرة لو انت عندك عشر اميات عشرة اميات في خمسين يا شباب شوف ربنا بقى بكريمك بقى بقى ادي اين في السنة من العشرة اميات فدي يا شباب ردا على كومنت اللي جالي يعني اخ متابع بيقول لنا صور لنا فيديو عمل لنا فيديو عن كم تلد الام في السنة يعني موضوع ان الام بتولد كم مرة في السنة ام اشقاب بتولد من تمانية الى تسعة مرات في السنة متعدل يعني متوسط الخلفة الخلفة يا شباب في الدورة اللي هو في الشهر يعني تقريبا اه من ستة سبعة اه خلفات وطبعا ده عدد كويس جدا لما الام تجيب معاك حركة خمسين او اربعة وخمسين ارنب في السنة فيكون كويس جدا بالنسبة للام يا شباب بتكون الام ارتاحت وحجم الام حلو زي ما هو بتلاقي صحة الام كويسة يا شباب ماشي مش بتتدور معاك مش بتتدور مش صحة الام مش بتروح سنينك بتاخد فطام كويس بتاخد فطام كويس دي معلومة حبيت اني اوصلها لاخواتنا وحبيبنا الكرام ارجو الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس اللايك والشير يا جماعة ايو هتنسوا اللي هيكات بتاعتنا ايو بتاعكوا يا جماعة لان هي دي اللي بتشجعنا ودي اللي بتخلي الفيديوهات توصل لأكبر قدر ممكن من متابعين اني بقالي الفيديو عليه الف ونص مشاهدة وعليه يا جماعة ربعموت لايك او التلتموت لايك فطبعا يا شباب احنا اعزاننا اللايقات يعني ما تبخلش علينا باللايك بتاعك يعني حضرتك ما تبخلش علينا باللايك ويتعاقل ان اللايك بتاعك هو اللي بيوصل وبرفع الفيديو ووصل الفيديو للناس كلها شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته